لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا رحب بكم مازال مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة الإمام الأشعاري يعلن عن دينه الجديد بخلق ملابسه في المسجد احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت أن الأشعارة بيؤمنوا أن الرسول حي حياة حقيقية حتى بعد موته وحي حياة حقيقية في قبره وأنه نبي معصوم ومازال على نبوته وممكن يجي في المنام ويشرع وبناء على هذا شيخ الأسر الدكتور أحمد الطيب بيأكد لنا نفس الفكرة أن الرسول جه في منام الإمام أبو حسن الأشعاري ثلاث مرات في أول مرة الإمام أبو حسن الأشعاري نصدق شيء والرسول قال له قاعد للمسهب الجديد ولكن الكلام ده ولأن الكلام ده فعلا خطير خلينا هنعيد الفيديو بتاع الحلقة اللي فاتت ونكمل بعدها ولكن فجأة ألمت بحالة فكرية اختفى في بيته أسبوعين ثم خرج بعد الأسبوعين وذهب إلى الجامعة في بصرة وابتقى المنبر وقال الكلام عن من عرفني فقد عرفني إلى آخره ثم بعد ذلك تحدث أني كنت على مذهب المعتزلة كذا وأنا الآن راجعا عن هذا المذهب وقد استقضت الله وقال أنا الآن أنخلع من مذهب المعتزلة وانخلع من سوب كان على جسده ورمى به في وجوه الناس ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد نقطة التحول مع ذرة انفضلت الأمام ما الذي دفعه إليها هل ما لمسه من أشكال التشدد موجودة في حال الأمة في هذا التوقيت أما أنه وجد أنه هناك فرقة ما تحيط بالأمة وأنه لابد للبحث عن مذهب وسط يلملم الشام الجديد هو الحقيقة في المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا عدة بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب وطبعا أول رؤية هو يعني لم يكن يصدق ثم جاءت رؤية ثانية وأكدت عليه إلى أن خرج إلى المسجد وأعلم هذا وزي ما شفنا هنا الرسول جه للإمام الأشعري وطلب منه أنه يقاعد للمذهب الجديد وهنا فيه سؤال مطروح مهم جدا ليه في أول مرة ولا تاني مرة الإمام أبو حسن الأشعري ما صدقش الرسول اللي جاله هل الإمام الأشعري ما يعرفش الحديث مثلا اللي في صحيح البخاري اللي بيقول من رأني في المنام فسيراني في اليقظة ولا تمثل الشيطان به والكلام ده في صحيح البخاري كتاب التعبير باب من رأى النبي في المنام بيقول عن أبي هريرة قال سباة النبي يقول من رأني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به هل الإمام الأشعري شك أن اللي جاله داشطان وأن المسلمين على مسهب باطل لأنه بيقول قاعد مسهب أهل الحق وده معناه أن الرسول خان الرسالة الإمام الأشعري أول مرة شاف الرسول يقول له قاعد للمسهب الجديد ما عبروش والمرة الثانية الإمام الأشعري برضو ما عبروش في المرة الثالثة الإمام الأشعري قال استحالة ده يكون شيطان أكيد ده النبي يعني دليل على أن النبي هو النبي لما يقول في المنام اعمل مسهب جديد أصلا أنا خنت المسلمين 250 سنة وما قلت لهمش أو ما قالش لهم يعني مسهب الحق والمصيبة أن الشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب بيقول أن الإمام الأشعري رأى النبي ثلاث مرات في المنام وهو يطلب منه أنه يقاعد المسهب الجديد اللي هو مسهب أهل الحق يعني حتى الرسول مش عارف يقول له إيه قواعد المسهب الجديد ده ولا مثلا ممكن ما يكونش عنده وقت يشرح إيه هو المسهب الجديد ده إزاي الإمام الأشعري هيقاعد المسهب هل في وحي ولا الرسول بيتكلم كلام نفسي في المنام وصل الأشعار عندهم الله بيتكلم كلام نفسي ممكن يكون الرسول برضو كده بيكلم الإمام الأشعري كلام نفسي والإمام الأشعاري هيترجم ويعمل المسهب الجديد شوفوا فين الله بيتكلم كلام نفسي وكل ده إحنا قلناه في الحلقات اللي فاتت بس بنعيده المدى خطرته علشان لو أي حد بيشوف الحلقة الأول مرة يفهم النقطة دي هنروح لكتاب شرحة طحوية لابن جبرين بيقول وقول هؤلاء الأشعارة ونحوهم إنه عبارة بمعنى إنه تعبير غير كلام الله كأن الذي عبر به إما جبريل إما محمد أو غيرهما فجعلوا كلام الله المعنى وهم عبارة عنه بمنزلة المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة يعني الله بيتكلم كلام نفسي وجبريل أو محمد هم اللي بيترجمه مع إنهم مش سامعين مش سامعين الله يعني وإحنا تكلمنا طبعا عن خطورة الموضوع ده وده كان في حلقة رقم 36 وكانت بعنوان ابن حجر يتهم الرسول وجبريل بتأليف القرآن لو تحبوا ترجعوا لها ودلوقتي منرجع للإمام الأشعاري الإمام الأشعاري شاف الرسول في المنام قال له قاعد للمسهب الجديد أو قاعد للمسهب الأشعاري يعني الإمام الأشعاري يعبر عن كلام الرسول النفسي في المنام وعمل قواعد المسهب الجديد زي جبريل أو الرسول لما عبروا عنه القرآن وقالوا بترقتهم عشان كده لما تسأل الأشعري عن مصابه هيقول أنا راضي بي بس مش فاهمه لكن حاسس بي متجذر في نفسي كسلوك يعني إيه كسلوك يعني كأتيكت يعني هل العقيدة بيئة سلوك ده طبعا كلام شيخ الأصهر وأنا بنقول حسب كلام شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب ونكمل كلام شيخ الأصهر ونشوف حصل إيه للإمام الأشعري بعد المنام ولكن فجأة ألمت بي حالة فكرية اختفى في بيته أسبوعين ثم خرج بعد الأسبوعين وذهب إلى الجامعة في بصرة وابتقى المنبر وقال الكلام يعني من عرفني فقد عرفني إلى آخره ثم بعد ذلك تحدث أني كنت على مذهب المعتزلة كذا وأنا الآن راجعا عن هذا المذهب وقد استقضت الله وقال أنا الآن أنخلع من المذهب المعتزلة وانخلع من سوب كان على جسده ورمى به بوجوه الناس ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد الشيخ الأصهر بيقول ولكن فجأة ألمت به حالة فكرية اختفى في بيته أسبوعين ثم خرج بعد الأسبوعين وذهب إلى الجامعة في البصرة وارتقى وارتقى المنبر وقال الكلام يعني من عرفني فقد عرفني إلى آخره ثم بعد ذلك تحدث أني كنت على مذهب المعتزلة كذا وأنا الآن راجعا عن هذا المذهب وقد استخرطت الله وقال أنا الآن أنخلع من مذهب المعتزلة وانخلع من سوب كان على جسده ورمع به في وجوه الناس ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المسهب الجديد المفروض شيخ الأصهر يقول وبدأ الإمام الأشعري بتنفيذ أمر الرسول لكن قال إيه قال ألمت به حالة فكرية طبعا السبب لأنه لازم هو اللي يعبر عن المنام زي ما قلنا هو اللي يخترع قواعد المسهب الجديد والملاحظة وهي مفاجأة إن شيخ الأصهر دكتور أحمد الطيب بعد كده بيقول وأنا الآن راجع عن هذا المسهب وقد استخرطت الله إزاي يجينا بثلاث مرات للإمام الأشعري ويروح يقول للناس أنا استخرط الله ليه ما قالش النبي أمرني في المنام وقال استخرط الله شمعنا قدام الناس استخرى الله مع تلاميذه يقول لهم إن النبي جاني في المنام ثلاث مرات خلينا نكمل كلام شيخ الأصهر ونشوف مفاجأة جديدة وقال إن الإمام الأشعري قال أنا الآن أنخلع من مسهب المعتزلة وانخلع من سوب كان على جسده ورمى به في وجوه الناس ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المسهب الجديد طيب فيه سؤال هل كان لابس سوبين مثلا وخلع واحد قدام الناس طيب وإيه الفايدة إنه يخلع سوبه ويرميه في وجوه الناس هل الرسول قال له عمل كده وهو بيقول إنه استخرت الله هل الرسول أمره إنه يخلع سوبه في المسجد هل أي واحد عايز ينشر مسهبه إنه يخلع سوبه في المسجد كفاية يقول أنا سبت المعتزلة هل كان لابس سوبين وخلع سوب ولا كان لابس سوب واحد ومشي من غير ملابس هل ده تصرف لائق في مكان يعني المفروض يكون بيطلع الإمام أبو حسن الأشعري يقلع سوبه علشان يعلن مسهبه الجديد إيه الحركة دي يعني يخلع ملابسه في المسجد علشان يعلن عن مسهبه الجديد ولا بيقلد الرسول لإني فيه كده يعني إحنا هنشوف الموضوع ده وإن الرسول مثلا لما حب ينظر الناس وده باللاقيف صحيح البخير كتاب الرقاق باب الانتهاء من المعاصي بيقول إيه إني أنا النزير العريان بيقول لنا كده الحديث حرج النبي ذات يوم فنادى ثلاث مرات أيها الناس مسلي ومسلكم ومسلكم مثل قوم خاف وعدو أن يأتيهم فبعثوا رجلا يتراء لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بسببه أيها الناس وتيتم ثلاث مرات وأحسن ما يفسر به الحديث من الحديث وهذا كل يدل على أن العريان من التعري وهو المعروف في الرواية وأنا هقول الموضوع باختصار زمان كان الواحد لو حاب ينذر قومه من بعيد بيخلع من لبسه تماما ولأنه بعيد محدش بيشوفه بس بيعرفه فيه خطر الجاي فالرسول شبه نفسه بالنزير العريان اللي بينزر عن خطر ولما قال كده أنا النزير العريان كان بيكلم مين؟ كان بيكلم كفار كوريش هل الإمام أبو حسن الأشعاري عمل الحركة دي نفسها علشان يقول للناس أنهم كفار وبينزرهم وبينزرهم يعني ولا الإمام الأشعاري عمل كده علشان يقول لهم أن الإسلام اللي جيب الرسول خطر وكفر بيحذر الناس منه ونلاحظ كلمة شيخ الأسعر الدكتور أحمد الطيب ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المسهب أو الدين الجديد وفعلا ده مسهب جديد وفعلا اكتشفنا ده دين جديد كان المفروض يقول أن الرسول قال له دين جديد وده اتهام صريح للرسول أنه خلي الرسالة وده معنى أن الرسول ما جاش بالإسلام الحق أصلا لكن المفروض شيخ الأسعر الدكتور أحمد الطيب يقول المسهب أو الدين الجديد اللي كان الرسول مخبيع عن المسلمين 250 سنة واللي حتى الرسول ما قالش قواعده الجديدة ولكن ساب الإمام الأشعاري هو اللي يعمل المسهب الجديد ده عشان كده أي أشعاري راضي بمسهب مش مفهوم متجزر في نفسه كسلوك هل ممكن يا مسلم تتبع مسهب اخترع واحد كان معتزلي لمدة 40 سنة تقريبا يعني كان بينكر أسماء الله وصفاته وعمل قواعد وكمان أنت مش هتكون فهمه ودلوقتي بعد ما شفنا نشأة المسهب الأشعاري الغير منطقية أنا بوجه سؤال لشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب وطالبة الأسهر وكل مسلم في مصر على وجه الخصوص لأن مصر على المسهب الأشعاري وتونس والجزائر وبلاد المغرب وغيرها هل ممكن أي حد يرد علي ويقول لي إزاي أنت مقتنع أن الرسول ممكن يكون مخب بمسهب ومرضيش يقوله حتى للصحابة ويجي الواحد بعد 250 سنة في حلم علشان الواحد ده هو اللي يقاعد للمسهب ده وأن ده هو المسهب الصحيح في سؤال الشيخ الأسهر هل حضرتك يا شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب والأشعارة بتتهموا الرسول أنه خاني الرسالة في حياته وما قالش للصحابة عن مصهب الحق بعد موته وفضلت كاتم كده في نفسه أكتر من 250 سنة لو شيخ الأسهر قال أيوة يبقى شيخ الأسهر بيتهم الرسول أنه خاني الرسالة طيب ولو شيخ الأسهر قال لا أنا ما اتهمش الرسول أنه خاني الرسالة أنا أقول لك لا معلش يا شيخ الأسهر أنت بتتهم الرسول بخيانة الرسالة وده اللي أنا أثبته في الحلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة